نهاردة لعيب نادي الزمالك التشيرتات زينت بالشعار شعار اكبر قلعة رياضية في مصر فكرة مين دي يا الزحمة والله يعني هو الموضوع اخد اكبر من حجمه بكليل لا لا هو 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 اللي بيكبر لما شوفنا كمان على التشيرتات النهاردة يعني انا بقيت انا بقيت انا واسعلك انت عارفا انا فعلا والله ان النهاردة حد كنت بكلم مع الزمالي اقولوا يا جماعة احنا شبعنا السؤال ده بس بعد كده لقيتم بعتين السؤور بتاعت التشيرتات اه لا لا موضوع بسيط يعني يعني ميامة الزمالك مداثة الفن والهندسة والزمالك الملكي والزمالك الفارس الابيض يعني اشمعنا الشعار ده اللي عمل المشاكل دي كلها مش عارف يعني بس يعني لا لا احنا تخطينا تخطينا انه الشعار مش المفوض يعمل مشكلة خلاص احنا كلنا اتفقنا على ده بس ليه على التشيرتات بقى النهاردة هو بقى سلوجن خلاص هو انت النهاردة يعني بقيت لا قلت اي حد قلت جملة اكبر قلع ريضاية في مصر حترتبط دلوقتي بالزمالك من كتر ما ترددت الاسبوع اللي فات ده فتأكيدا للشعار هو فعلا فنظرنا اكبر قلع ريضاية في مصر اه يعني انا برضو فهمت منك دلوقتي انه حتى ترديد الاسم ده اعلاميا وجماهريا او سلوجان ده اعلاميا وجماهريا ده ممكن يكون فاد في فكرة انه ترصيخ الفكرة ده انه الزمالك قلع ريضاية ويحاول يوصل من لي سلوجان اول ما تقوله تعرف منتج ده اسمه ايه فهي جات كده بقى المراضي وجات يعني بفايدة في حاجة زي كده وهو حاجة حقيقة بالنسبة لنا هي حقيقة وواقع طب احنا النهاردة شفناها على التشيرتات بعد كده هيبقى ايه بعد كده هيستردن فين بعد كده هتلاقي منتج بعد كده في حاجة اسمها او عليها الاسم ده سيد احمد سالم انا بشكرك دايما على كل اهاز المعلومات وسيد احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك دايما واحدا احترم الناس اللي دايما تطلع توضح انا محبش المتحدث الرسمي اللي مايبقاش متحدث رسمي ما بتكلمش احنا كتير قوي عندنا بتليقلك المتحدث الرسمي اللي نادف انا متحدث الرسمي للتحدي بس لا حدش بتكلم طب انت متحدث رسمي في ايه متحدث يعني لما يبقى الاعلام او الجمهور عنده سؤال فالمتحدث الده اللي بيجاوب على الاسئلة دي كلها فالراجل ده بصراحة بيعمل شغله بشكل جاي جدا المترجم للقناة